تقنية النادي الاهلي في كل مكان من هنا من داخل ملعب الجنرال السيني كونيتش اللي يستضيف أحداث اللقاء للزياب للدور الـ 32 اللي هيجمع ما بين فريق النادي الاهلي ونادي الحرس الوطني بالنيجر يعني عقب التمرين المران الأخير للنادي الاهلي استعدادة لهذا اللقاء يسعدنا أن يكون معنا في هذه الأسناء كابتن سيد عبد الحفيز مدير الكورب النادي الاهلي المكلف مهام رئيس الباس كابتن سيد برحب حضرتك على شاشة تقنية النادي الاهلي تحدي جديد بطولة جديدة بدوافع جديدة النادي الاهلي بيدخلها الضغوط أكتر أنه بطل آخر نسختين أكيد في ظل الغيابات في ظل إصابات للعبين بتضع الفريق في ضغوط قبل هذا اللقاء يعني بسم الله الرحمن الرحيم بالتأكيد هي مباراة في البداية في مشوار مهم جدا المشوار الأفريقية ترتيباته بتبقى مختلفة بالتأكيد عن أي بطولة تانية فرقة ملهاش تاريخ كبير أو في البطولات الأفريقية لكن عندها عناصر كويسة عندها شوية عوامل ممكن تساعدها يعني منها طبعا يمكن الحضور الجمهيري جاءنا جواب راسمي أن هما الاتحاد الأفريق وافق بحضور 7000 ونص معرفش هل هما كلهم يبقوا موجودين أكتر أقل مش عارف لسه أن الاجتماع الفني كمان ساعتين ثلاثة في ساعة ثمانية بتقويت هنا يعني أي أن كان الوضع لازم يكون مركزين بشكل كويس لازم نقض المغرب بشكل مهم جدا عندنا فرصة أن نحن نحقق حاجة في بدايتها أن نحن نحقق نتيجة كويسة عشان نستمر الرهية يمكن أن نحن أبطل 2021 وأبطل 2020 وأبطل 2021 فيارب نكون يحلفنا التوفيق ونحقق كمان حاجة ما نكونش تحققات في تاريخ النادي وأن نحن نساعد فيها جاين طبعا بعناصر هي المتاحة في الوقت الحالي يمكن تعرف القيد الأفريقية كان مرتبط بشوية وقت معين وكان نستمر الرهية البطل المحلية في مصر كان ادنا أو حطنا في موقف الطرهوري أن أنت هتسجل ناس وبالتالي هتستغن عنهم بنهاية الموسم لكن العدد المتاح يعني أعطاك نواة كافيل يعني يكن يسمح لك أن أنت بقى فيه أربعين صحيح لأن النصر الجديد أو المعارين مش موجودين معك دلوقتي لكن شرح من في الأدوار اللي جاي يكون معنا بإزنانها في كلام حضرتك مع اللعبين قبل الانطلاق للمرأة الأخير بتتكلم على الدوافع للعبين وتجديد الدوافع أكيد رقم مهم جدا للنادي الأهلي واخد البطولة مرتين عايز أخذ البطولة الثالثة وتبقى رقم قياسي للنادي الأهلي في أفريقيا طبعا الأرقام حاجة كويسة وتستدل بيها وكل حاجة لكن في النهاية والعمل بقى يعني يجب أن تشتغل بشكل كويس كل الناس هتبقى بصلك بصة مختلفة بالتأكيد يعني أنت بطل القارة وانت النادي الأهلي الأكتر حصلوا عن البطولات وصاحب الشعبية الكبيرة وصاحب الاسم الدهبي في أفريقيا لكن في النهاية دي دافع بالنسبة له لو ما دابلتش الدافع ده بتركيز شديد وحالة من الاهتمام أعتقد الأمور هتبقى بالنسبة لك صعبا يعني تاريخ حلو جدا وجميل وكل حاجة لكن بره الملعب جوا الملعب عايز عرق وعايز جهد وعايز كفاح وعايز تركيز عالي السنة اللي فاتت من نفس الملعب النادي الأهلي قص الشريط البطولة العشيرة أمام فريق سون ديب نفس الملعب من النيجر وأيضا دانيال لاريا حكم اللقاء اللي قدر الموسم الماضي هو هو نفس الحكم اللي بايدير بالتاقم البالكامل عامة في هذا اللقاء يعني فعل حلو وفعل كويس وفعل حسن لكن في النهاية هتشتغل بقى يعني شغلة كنت زي ما انت ذكرت الملعب ويمكن كانت التانية في شهر 12 يعني مش فاكر 23 وعشرية 12 حاجة زي كده مش فاكر بالضبط يعني لكن النهاردة بتتكلم في شهر عشرة نفس الحكم هو بيدلوا مبارات كتيرة وحكم النيجر والجزاير هنا برضو وحكم مبارات يمكن المبارات أو مبارات اللي 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 حكمها في دار الأبطار كانت مبارات مزبوط كده اللي كانت في غانا يعني فهو عند 34 سنة يعني لسه دمه المشور بدري يعني ان شهر رحمن يكون موفق في دار طول اللقاء واحنا نكون موفقين في التعامل مع اللقاء وان شهر رحمن ربنا يكتب لها التوفيق إن شاء الله تعقيمك على الأرض الملعب نشوفينه أفضل نسبيا من السنة اللي فاتت لكن برضو نفسي ملعب أرضت ملعب تقيلة لأ كان فيها حفر نحن كم ملناها قبل التمرين برملة كده مش عاف أنت أخذت بالك ولا لأ فكان فيه وضح أنهما كانوا ممكن بيعملوا حاجة بيعرضوا حاجة بيستعرضوا حاجة لأن الحفرة كانت حفرة مش مش طبعية حفرة كبيرة شوية يعني فطبعا خطر علينا وعليهم يعني خطر لأي حد لقد الله الرجل لو كانت فيها مش ممكن تطلع سليم مستحيل فمن لنها رملة يعني إن شاء الله بإذن الله بكرة كمان هنيجي بدري شوية وهنبعدت الناس عندنا بدري شوية لأنها أربع خمس حفر مش حفر عادي يعني حفر محترمة شوية يعني فلازم تتميلي رملة لأن أي حد لقد الله بيجرب فرجله هتوع فيها مستحيل يبقى فيها فيها أمان يعني لكن الملعب شكله طبعا مجمل أحسن من السنة الفاتة طبعا يعني إن شاء الله رحمن أن نكون موفقين إحنا بإذن الله بقى كابتن الخطيب على تواصل تم حضرتك يعني قبل الصفر بعد الصفر أكيد تابع طب من خلالك على كل ترتيبات الفريق طبعا يعني فيه تواصل بالإدارة الأمور والأمور الحمد لله كويسة كابتن سامر عدلي كابتن كان عمل شغل هايل جدا مع صفرتنا هنا وإن شاء الله رحمن أن نكون موفقين ونرجع بالتجاه كويسة بإذن الله تهنيئة الأفشة بمناسبة زواجك أكيد كان نفسك والفريق كلك وموجود نحتفل بقى بأفشة يلا خد فرصة كويسة هني استعجل شوية إن شاء الله يكون معنا أول ما ننزل بإذن الله إحنا هنرجع يوم الحد مش عارف الكتش والجهاز الفني هيبقى مدينا راح لحد ولا لو جئنا يوم الاتنين إن شاء الله ولا تلات هيكون معنا بإذن الله حضرتك برسلتك لجمهاري الناد الأهلي وأنت عارف جمهور الناد الأهلي ما تعود كل يوم أنا عايز بطولك يعني خلاص إحنا وجمهور الناد الأهلي أعطاك التفكير واحد يعني مش مختلف ولا مفصل يعني يعني السنة اللي فاتت هي بتاعت السنة اللي فاتت مبارح هو بتاع مبارح النهاردة إحنا ولاد النهاردة زي ما بيقولوا يعني النهاردة السنة جديدة وموسم جديد يعني إن شاء الله عندنا عدة تحديات فيه هتبدأ من بكرة إن شاء الله نقول موفقين فيها بإذن الله أعزائي مشاهدين متابعي شاشة قناة الناد الأهلي في كل مكان ده كان لقنا مع الكابتن سيد عبد الحفيز مدير الكرة بالناد الأهلي والمكلف بمهام رئيس اللبعثة